اشتركوا في القناة اللي هو على نفس الطريق وعلى نفس النهج وطلع بعد بيان النادي الاهلي اتكلم عن فكرة البيان وراح لسكة تانية بعيدة خالص عن فكرة اننا ممكن اناقش لوايح او اناقش بيان النادي الاهلي تعالوا نشوفوا الكابتن متحد شلبي قال ايه عشان عندنا تعقيب مهم وانا قلت ان كابتن شوق غريب عنده 25 نجم بيلعبوا قريدي في الفرق الاولى في انديتهم واسماءهم ملء الاسماء والابصار واحد فيهم ب43 مليون جنيه لو صلاح محسن وطهر محمد طهر وغيره 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 وناصر ماه عنده 25 نجم مش مستني مسابقة اتحاد الكرة تحت 23 عشان ياخد منها اده امر لم يكن يقرر على الاطلاق ورطنا فيها استاذ عمر الجنيني وتورط فيها احمد مجاه انا كان وجهة نظري تلغى هذه المباراة ملاش قيمة قيمتها ايه هتكتب في الدولاب بتاعك احنا ابطال الجمهورية 99 دي سوبة انه بقى فيه مسابقة تحت 23 يعني هذي ليست نعمة على الاطلاق انا ارجو النادي الاهلي يهدي اللعبة في الحيطة دي شوية انا يعني اتصور انه هو بيصدر للاتحاد امر ما الله اعلم ايه اللي في الكواليس يعني لكن في النهاية هي مسابقة بلا قيمة واقامة مباراة بهذا المعنى هي هي والله وسواء راحين انه هزر يعني كلنا يعني تحت 23 سنة ده ادبوية طبعا ده مجاز يعني عشان نمي القطوها لي في النادي الاهلي ويحطها لي ببرامج بالبرامج يعني يقولوا مش عارف ايه فانا بقولها من الاول او مجازا وطبعا دي اكيد مجازا لكن اتصور انه على اتحاد الكرة ان يعلن الغاء هذه المسابقة عشان ما يبقاش عند حد حجة ان احنا بندفع مصاريف للعيب انا عارف نادي الزمالك تسرحوا اللعيب شوفها كابتن متحد احنا طبعا جايبين لك الحتة بتاعت البرامج في قناة النادي الاهلي لا برامج في قناة النادي الاهلي بتأخذ الكلام الموضوعي للا على سبيل الدعابة ولا اللي هو خارج عن المنطق وان كان كلام حضرتك عن فكرة الغاء مسابقة وقيمة البطولة ايه وقيمة المسابقة ايه واتحط بطول التسعة وتسعين في دلاب البطولات هو كلام غير منطقي ومغلطة اسمها مغلطة رجل القرش انت سبت الموضوع الاساسي وهو تطبيق اللوائح والقوانين ورايح لفكرة هي ايه المسابقة ما نلغي المسابقة لا يا كابتن متحد النادي الاهلي بيطالب بحقوقه طبقا للوائح المباراة دي اتحددت انها نهاية مسابقة بطول التسعة وتسعين وبناء عليه لم يكن يصح ان يشارك سيب فاروق جعفر نا استعرض اللايحة عشان الموضوع بعيد خالص عن فكرة القيمة ومش القيمة دي اللايحة اللي استعرضناها قبل كده يا فارس وبتأكد الجزء بتعليها بالموقوف لمباراة او اكثر اي من مصابقات المراحل بالزبط فبالتالي يا كابتن متحد انا قناشدك انت كنت تناقش فكرة اللايحة مش فكرة مسابقة لغي وما ينفعش تقول اصل ايه اللي بيدور في الكواليس النادي الاهلي ما بيطالبش بالكواليس وحضرتك برده كابتن متحد بتتكلم عن دعمك الكامل اللي احمد ميجاد فجايب المشكلة في الاستاذ عمر الجلين بالزبط يا اسامة اعتقد كابتن متحد شلبي كان بيحاول يتحيل على الموضوع لان كان فيه شكل اوضح بكتير جدا ان انت تقول ان اتحاد الكرة بيصنع لنفسه ازمات مش النادي الاهلي هو اللي قال ان اتحاد الكرة يخالف ويرجع يلغيها على فكر لحد دلوقتي ما حدش يعرف ايه الاسباب مش النادي الاهلي اللي قال يا كابتن متحد انك تطبق نظرية اللعبة في الزراير الادارية اللي احنا مش فاهمين اتحاد الكرة رايح بينا فيها فين فاعتقد انك مفترض تحترم موقف النادي الاهلي اللي بيتكلم باللايحة والقانون ولو عندك رد بالنيابة على اتحاد الكرة اللي انا عارف انك بتحبه كنت ترد بالورقة والقلم زي ما انت عرفت طريقتنا ايه اتمنى تكون الحلقة كانت رسائلنا قوية فيها واتمنى يكون فيه ناس كتير جدا عرفت النادي الاهلي قدروا وقمتوا ايه ومليون مبروك للسوبر الاهلاوي ومليون مبروك ان بطولات النادي الاهلي هتفضل مكملة ويظل نصر النادي الاهلي يحلق فقط في السماء نشوفكو الحلقة الجاية هتوحشون اشتركوا في القناة